بعيدا عن التقلبات العالمية رفعت مجموعة من الدول العربية المنتجة للنفط أسعار خاماتها خلال الشهر الحالي متجاوزة حالة الضبابية التي تسود السوق فالمنتجون مطمئنون للأوضاع التي يعيشها سوق الطاقة العالمي رغم الأثر المباشر للمتحور أوميكرون في ظل توقعات صعود الطلب خلال الموسم الشتوي وبحسب الوثائق التجارية المتداولة في الأسواق رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما لآسيا في يناير المقبل مقارنة مع شهر ديسمبر الحالي وحددت الكويت سعر خام التصدير في يناير عند دولارين وثمانين سنة للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي بزيادة خمسة وستين سنة عن الشهر السابق كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير إلى أربعة دولارات وخمسة وثلاثين سنة للبرميل فوق خامي عمان ودبي بارتفاع خمسة وخمسين سنة عن ديسمبر ومطلع الشهر الحالي أعلن عملاق النفط السعودي أرامكو عن رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا بواقع ثلاثة دولارات وثلاثين سنة للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي لشهر يناير وبزيادة ستين سنة عن ديسمبر وحددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غربي أوروبا عند دولار وثلاثين سنة للبرميل دون سعر برينت في بورصة انتر كونتيننتل وإلى الولايات المتحدة عند دولارين وخمسة عشر سنة فوق مؤشر آسكي أما شركة سوناتراك الجزائرية للطاقة فقد أعلنت الخميس أنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميلات يناير بعلاوة قدرها دولار وستون سنة للبرميل فوق متوسط برينت شركات النفط العربي تتأقلم إذن مع واقع السوق مستمدة إلى تنامي الاحتياجات وتوازنات العرض والطلب لتحقيق أعلى المنافع وتعزيز مسيرة التعالي